السادسة صباحا الرابع بتوقيت جرينيتش مجزء إخباري يأتيكم للقاهرة أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء ثلاثة مراكز قومية فائقة التطور لتدريب كوادر المهنة الطبية والصحية في مصر تقديرا للدور النبيل والجهد الدؤوب الذي قام به جيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا وقال المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء ومستجدات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة والموقف التنفيذي لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا كما وجه رئيس السيسي باتباع أعلى درجة الحرص والتدقيق للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وكل العاملين في المنظومة التعليمية في مواجهة الفيروس وذلك مع قرب بداية العام الدراسي كما وجه الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء بما يعزز من جهود الدولة لامتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة للتصنيع والإنتاج وفيما يتعلق بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازمة وجه رئيس السيسي بالتدقيق الكامل في جميع مراحل تصنيع وتجميع مشتقات البلازمة وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المصرية المعنية والشركات الإسبانية أكد رئيس الزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بتوفير كل الخدمات الصحية والتعليمية لضيوف مصر إلى جانب فرص العمل أسوة بأشقائهم المصريين ودون تمييز وخلال الرقاء مع وزيرات الدولة الهولندية للهجرة أكد مدبولي أن مبادرة حياة كريمة تسهم بشكل متكامل في القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية من خلال تحقيق تنمية المجتمعية الشاملة كما أكد أن الدولة قامت ولا تزال بجهود كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائر الآمنة والإيجابية من جهته اعتبر مدبولي أن الدولة المصرية تعمل حاليا على وضع استراتيجية لنضبط النمو السكاني استعدادا لإطلاقها قبل نهاية العام الجري ومن جانبها وجهت الوزيرات الهولندية الشكرى لمصر لجهودها للقضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية واستضافة عدد الضخمة من المهاجرين واللاكئين وتوفير حياة كريمة لهم أظهرت نتائج رسمية مؤقتة فوز الاشتراكين الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية بألمانيا بنسبة 25.7% من الأصوات وبحسب وكرة الأنباء الفرنسية يتقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولف شولتس على الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ بقيادة أرمين لاشيت مع تواصل عمليات فرز الأصوات أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 411 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيه من رأية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 254471 حالة وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 680 حالة جديدة ثابتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس ضمن إجراءات الفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادة منظمة الصحة العالمية لافتة إلى وفاة 38 حالة جديدة ارتفعت عدد الإصابات المسجلة حول العالم بفيروس كورونا إلى أكثر من 231 مليون نسمة في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتج عن الفيروس إلى نحو 5 ملايين حالة وتم تسجيل إصابة بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالة الإصابة في ديسمبر من عام 2019 استمر ثوران البركان في جزيرة لبالما الإسبانية فيما تتواصل إطلاق الحمام البركانية وانبعاثات صحب الرماد فوق الإطلاق المحيطة بعد أسبوع من بدء ثورانه وقالت شركة آينا التي تشغل مطارات إسبانيا إنه أعيد فتح المطار بعد إزالة الرماد عن مدارق الطائرات لكن شركة الطيران المحلية بجزر الكناري بنتر قالت إنها ستستمر في وقف الرحلات الجوية بسبب الأوضاع الراهنة لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا دائما على الإنترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع تواصل اجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب شكرا على أعطيب المتابعة والإلقاء شركات Journal شكرا على الم listedienst شكرا على المشاهدة